مرحبا بكم في فصل الرسم للأمهات موضوع فصل اليوم هو المشاعر لنبدأ دعونا نلقي نظرة على هذه الصورة ما هي المشاعر أو العواطف التي تراودك عندما تنظر إلى هذا مهما كانت المشاعر فلا بأس لأن المشاعر الذاتية أوقف الفيديو وتحدث عنها هل تحدثت عنها؟ السبب في أنني طرحت هذا السؤال هو أنك ستعبر اليوم عن مشاعرك في الرسم تماما مثل هذا أولا سيكون لديك الوقت للتفكير في أكثر الزكريات والعاطفة إثارة للإعجاب التي عشتها في حياتك سأعرض عليك بعض الأمثلة لأنه قد لا يتبادر إلى الزهن بسهولة إذا طلبت منك القيامة بذلك إليكم السؤال الأول ما هي التجربة الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لك الإعجاب يعني ببساطة شيئا لا يذال قويا ولا يمكن نسيانه بسهولة يمكن أن تكون ذكرى سعيدة أو ذكرى حزينة أليس كذلك؟ سأقرأ ما كتبته وعندما تستمع فكر في أكثر التجارب التي أصارت إعجابك هذه مجرد أمثلة لذا يرجى تذكر ذكرياتك الخاصة كتبت بشكل أساسي عن التجارب التي يمكن أن يفكر فيها الأطفال واحد عندما ذهبت في رحلة مع عائلتي عندما كنت صغيرا اثنين اليوم الذي لعبت فيه في الملعب مع صديقي بعض المدرسة ثلاثة في اليوم الذي صنعت فيه أمي صندوق غزاء لذيذ أربعة عندما كنت أعاني من إعجاب شديد خمسة عندما انفصلت عن حبيبي ستة عندما أفقد عائلة أحبها سبعة عندما أتقاتل مع أحد من عائلتي أو أصدقائي ثلاثة اليوم الذي عزفت فيه على آلة الموسيقية المفضلة على المسرح تسعة عندما أكلت طعامي المفضل عشرة عندما فزت بجائزة في مصابقة فنية هدعش عندما تلقيت هدية المفضلة تنعش عندما ساعدت شخصا محتاجا أثناء السير في الشارع تلتعش عندما يساعدني أحدهم ويعطيني القوة والراحة عندما أواجه صعوبة هل تابعت على طول؟ الآن قم بإيقاف الفيديو للحظة وقم أنت بتدوين تجربتك أو التي سوف تتحدث عنها أوقف الفيديو وأكتب فكرتك ها هو السؤال الثاني في ذلك اليوم ما هي المشاعر التي كانت لديك؟ إن كانت تجربة طفولتك في السفر مع عائلتك هي الأكثر إصارة للإعجاب فكر في شعورك حينها تخيل أنك سافرت في الوقت المناسب وعدت إلى ذلك الوقت سأعرض عليك قائمة بالعواطف المختلفة حتى تتمكن في التفكير في الأمر بسهولة سأقرأها بالترتيب لذا استمع جيدا وفكر في المشاعر التي شعرت بها في ذلك الوقت هل كنت قلق؟ خائف؟ حسد؟ حزين؟ محبط؟ شخص يرسى له؟ محبوب؟ متحمس؟ غير عادل؟ فخور؟ سعيد؟ سعيد جدا حزين؟ منزعج؟ وحيد؟ أو محبط؟ متعب؟ غاضب؟ قلق؟ متوتر؟ ممتن؟ مبتهج؟ مندهش؟ محرج؟ غير مجدي للعمل؟ متحمس؟ مسلي؟ أو مبهج للغاية؟ ماذا تعتقد؟ أوقف الفيديو للحظة وأكتب أو تحدث عن المشاعر التي شعرت بها الآن سأريكم بعض الصور لنلقي نظرة على هذا أولا هل تتذكر ما أطلقنا عليه رسم؟ يتكون من نقاط وخطوط وطائرات فقط؟ لقد علمنا هذا المرة السابقة كان فنا تجريبيا اليوم سأعرض لك فقط لوحات تجريبية لأنك ستعبر عن مشاعرك بشكل تجريدي من الجيد أن تفكر أولا فيما تشعر به عندما تنظر إلى الصورة أو من الجيد التفكير في نوع المشاعر التي كنت تشعر بها أو كان الشخص الذي رسمها يحاول التعبير عنها ستتمكن بعد ذلك من التفكير قليلا في كيفية التعبير عن مشاعرك بأي لون في أي مزاج وبأي شكل كانت الصورة الأخيرة مليئة باللون الأزرق السماوي ولكن تم التعبير عن هاتين الصورتين بألوان مختلفة تماما وتتميز كلاهما بخطوط متعرجة في جميع أنحائها يتم التعبير عن الصورة الموجودة على اليسار بشكل أساسي بالخطوط ويبدو الأمر وكأن عدة خطوط متشابكة وفي الصورة على اليمين يبدو أن هناك طبقات متعددة من الطائرات ذات الشكل المتموج متداخلة مع بعضها البعض كيف تشعر عندما تنظر إلى هذه الصورة؟ ماذا عن هاتين؟ تشبع اللون الإجمالي أقل من الصور التي رأيناها سابقا يمكنني رؤية آثار الطلاء في الصور على اليمين ثم استخدام ألوان ضاربة إلى الحمرى والذرقاء ونمط دائري على اليمين استخدم الفنان اللون الأصفر والأرجواني وقام بتطبيق عدة ضربات للفرشاد في اتجاه واحد ما هي المشاعر أو العواطف التي تراودك عندما تنظر إلى هذه الصورة؟ دعونا نلقي نظرة على هاتين الصورتين يبدو الأمر مختلفا عن الصور التي رأيناها للتو أليس كذلك؟ الصورتان اللتان رأيناهما تميلان إلى الألوان الداكنة نسبيا لكن هاتين الصورتين لهما ألوان زاهية بشكل عام عندما أنظر إلى هاتين الصورتين تتبادر إلى ذهني قلوب الأطفال تبدو الصورة على اليسار وكأنها قلب يرفرف للطفل وعندما يكون لديهم أول مرة مشاعر حقيقية والصورة على اليمين تبدو كأنها شعور بالإسارة يشعر به الأطفال عندما يقضون وقتهم مع الأسرة في البحر ما الخبرات أو المشاعر التي تتبادر إلى الذهن عندما نرى هاتين الصورتين؟ فكر في الأمر كما فعلت ماذا عن هذا؟ إنها الصورة الأولى التي أريتها لكم اليوم بدلا من وجود نمط معين توجد ضربات لفرشات قصيرة في الأعلى والأسفل ويتم التعبير عن المنطقة الوسطى بتأثير ضبابي بشكل عام يتمتع بشعور ناعم لذا فهو يشعر بالراحة والراحة ولكنه يشعر أيضا بالحزن قليلا ماذا تعتقد؟ لا توجد إجابة صحيحة قد يشعر شخص ما بالحزن وقد يشعر شخص آخر بالسعادة أثناء النظر إلى نفس الصورة دعونا نلقي نظراء على هاتين الصورتين يعطونا مشاعر مختلفة إذ كان ما رأيناه سابقا هادئا للغاية فلا أعتقد أنه سيكون على هذا النحو هذه المرة عندما أنظر إلى هاتين الصورتين يمكنني التفكير في كلمات عاطفية مثل البهجة والجمال والفرح والسعادة يذكرني بذكريات سعيدة ما هي المشاعر التي تأتي لكم يا رفاق؟ لا تتردد في التفكير في الأمر عندما تنظر إلى عمل قل لي انظر إلى الأشكال والألوان بعناية هذه اللوحة تذكرني بمشاعر السعادة ولكن لماذا؟ هل لأنها تستخدم ألوانا زاهية؟ هذلك بسبب استخدامهم الكثير من الخطوط المنحنية؟ إذن فكر في الأمر بهذه الطريقة وتقدر العمل الفني فسيساعد كذلك على التعبير في المشاعر التي تريد التعبير عنها ماذا عن هاتين الصورتين؟ تم التعبير عن الصور الموجودة في الشريحة الأخيرة أيضا بألوان مختلفة ولكن تم التعبير عن هذين اللونين بألوان أكثر يتم خلط النقاط والخطوط والمستويات بشكل متساون ويبدو الشكل معقد يبدو أيضا أننا اجتمعنا جميعا في حفلة أو ذكرى سنوية ونرقص أثناء الاستماع إلى بعض الموسيقى كما أنه يذكرني بالمشاعر التي أحصل عليها عندما أركب في المنتزع أشعر بالدوار والإثارة في نفس الوقت ما الزكريات أو المشاعر التي تراودك عندما ترى هذه الصورة؟ فكر في الأمر مرة أخرى ستبدو هذه الصورة مختلفة لأنها تشعر وكأنها تم قصها ولسقها بدلا من رسمها يدويا أحضرتهم لأنني أردت أن أوضح لك أن هناك أيضا هذا النوع من التعبير يمكنك رسم أشكال مختلفة مثل هذا تماما وإذا أردت يمكنك قص الأوراق الملونة ولسقها نظرا لأننا كنا نرسم فقط حتى الآن فقد يكون من الغير المألوف التعبير عن الأشياء عن طريق قص الأوراق ومع ذلك إذا جربت طرقا مختلفة للتعبير عن الرسم فستصبح أكثر أهتماما بالفن وستصبح أعمالك متنوعة لذلك أعتقد أنه سيكون من الجيد أن تجربها مرة أخرى يشعر هؤلاء أيضا أنهم تم قطعهم بالمقص بدلا من رسمهم باليد أليس كذلك؟ في الواقع لا يتمقص هذه الصور ولسقها بالمقص إنها صورة مرسومة بالكمبيوتر لكنها تبدو كأنها مقصوصة ومقطوعة بالمقص لذا أحضرتها لأريكم هاتان الصورتان لديهما شعور أعمق وأكثر كسافة من تلك التي عرضتها عليكم في السابق إذا كانت المشاعر التي تريد التعبير عنها هي شعور قوي فسيكون من الجيد استخدام لون غامق مثل هذا أليس كذلك؟ تبدو هاتان الصورتان بسيطتان للغاية من حيث الشكل واللون دون تعقيدا على الإطلاق كيف التشعر عندما ترى هاتان الصورتان؟ اعتمادا على المشاعر التي تريد التعبير عنها يمكن التعبير عنها بطرق معقدة أو يمكن التعبير عنها ببساطة شديدة مثل هذه حتى الآن تحدثنا عن العديد من المشاعر أثناء النظر إلى أعمال فنية مختلفة كيف وجدتها؟ جميع الصور التي أظهرتها لك هي في الواقع أعمال فنية مصقولة ومشغولة بشكل جيد مع ذلك كما أقول دائما لا أعرض هذه الصور لأجعلك تبتكر أعمال فنية مماسلة أو مثلها تماما بالعكس سأريك الآن بعض الصور التي رسمها الأطفال لأن الصور التي عرضتها عليكم حتى الآن تجعلكم تفكرون كثيرا أعتقد أن هذه الصور رسمها طفل ربما يكون عمره حوالي خمس سنوات هل هذه طريقة خاطئة للتعبير؟ مطلقا إلى أي مدى يمكن لعمر خمس سنوات أن يرسم؟ يكون من الطبيعي جدا بالنسبة لهم أن يرسموا مثل هذا نظرا لأن فصل اليوم يتعلق بالعواطف فقد أحضرت هذه الصورة لأنني أعتقدت أنها ستكون مناسبة على سبيل المثال إذا كان الطفل يعبر عن تجربة وعاطفة من غضب أو إصارة هائلة ألن يكون من الممكن التعبير عنها بهذه الطريقة من خلال الخربشات؟ يتم التعبير عن هذه أيضا من قبل الأطفال أعتقد أن هذه الصور الفوضوية التي رسمها الأطفال ممتعة حقا وأنا أحبها لأنها نقية يعتقد البالغون أن الأطفال الصغار لا يجدون الرسم إذا رسموا مثل هذه لذلك سيرغبون في تعليم وأظهار كيفية رسم شكل بشكل صحيح أنا لا أقول أن هذا سيء لكن ليس من الجيد أن يشارك الكبار كثيرا في رسومات الأطفال وتعديلها لأن الأطفال لديهم إمكانات يمكنهم أن يتحسنوا بها بشكل طبيعي عندما يكبرون لذا أعتقد أنه سيكون من الأفضل لك أيضا أن تدعى أطفالك يرسمون هكذا ولا تحاول إصلاحهم ماذا عن هذه الصورة؟ لا يبدو أنها مرسومة بآدات فنية أليس كذلك؟ لا هذه لوحة يتم التعبير عنها بفرق اضطراء باليد ما هي المشاعر التي كان يحاول هذا الطالب التعبير عنها؟ بالنظر إلى اللون الداكن لا يبدو أنه يعبر عن ذكريات السعيدة عندما تريد التعبير عن المشاعر المظلمة أو السلبية أعتقد أن اللون الداكن ينقل هذه المشاعر جيدة أخيرا وليس آخرا دعنا نلقي نظرة على هاتين الصورتين قبل بضع شرائح أريكم بعض الصور التي بدت وكأنها مقطوعة من الورق وتم لسقها أليس كذلك؟ هذه هي الصور التي عبر عنها الطالب عن طريق قص الأوراق الملونة ولسقها بشريط لاصق أو الغراء ما الذي كانوا يحاولون التعبير عنه؟ عبر هؤلاء الطلاب عن أفكارهم ومشاعرها أثناء التفكير في تجاربهم في يوم الممطر عندما نرسم نعبر بشكل طبيعي عن مشاعرنا لأننا لا نرى ونشعر بنفس الطريقة التي يشعر بها الآخرون لأننا بشر ولسنا آلات كل منا لديه أفكار مشاعر مختلفة لذلك بالطبع الطريقة التي نعبر بها عن أفكارنا ومشاعرنا مختلفة حتما أريدك أن تتقبل مشاعرك كما هي وأن تعبر عنها بحرية وراحة الآن سأستعرض خطوات نشاط اليوم لقد شرحتها بالتفصيل حتى الآن لذا سأشرحها بالتفصيل لديك التجارب والعواطف التي كتبتها على الورق أو ناقشتها أليس كذلك؟ بأي نوع من الخطوط والألوان والأشكال يمكنك التعبير عن تلك المشاعر استخدم النقاط والخطوط والطائرات للتعبير عن مشاعرك في الجريدة تذكر النقاط والخطوط والمستويات والألوان والتشبع والسطوع والتجريد التي تعلمناها حتى الآن وحاول استخدامها لقد تم إنهاء فصل اليوم أشكر الله على السماح لنا بالحضور إلى الصف يرجى التطلع إلى الفصل التالي شكرا جزيلا لكم على المشاركة شكرا جزيلا لكم